ماذا الاسم اليوم ؟ هالله تراه طبعا....لو انقذنا السمكة طلعناها نقذناها من الدار انقذناها والحين العصافير بدنا منقذها ماما ليش هيك عم يصير بفلسطين ليش الله ما عم ينصرنا ماش احنا الصحر وما خلط مهم سؤالك حلو لكن قبل ما اجاوب عليه في شغلي مهمة لازم نوضحها ماما لو سمحت لا تفتحي موضيح اسمع بس للآخر شوف أول شي خلينا نعرف قيمة الدنيا آه نعرفت شو بدك تحكي لا 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 ما عرف تخليني أكمل للآخر بعدين أحكم ما تكون هيك بصلتك محروقة كنك إمك انتي إمه طيب كونوا أحسن مني اتخيلوا معاي انه إحنا رايحين أكبر مدينة ملاهي في العالم فيها كل الألعاب وأحلى الألعاب اللي بتقطر في بالكم تخيلتوا؟ آه بس شرط قبل ما نروح نمر على استراحة فيها لعبتين عليهم وراء التعليمات هذول اللي بنحط فيهم ميتفلس بصيروا يهزوا عرفتوهم؟ آه عرفتهم مزعجين بيخلوني أراجع أصلا إيش التعليمات؟ إنه نلعب بنظام وكل واحد ياخد حقه ما حدا يعتدي على التاني تمام الدنيا عاملة زي اللعبتين هذول ترى هي أقل من هيك بس أنا أعطيك مثال عشان تفهم إنه حتى لو راحت عليك وما استمتعت فيها هي ما بينزعل عليها أصلا لأنه إحنا أساسا طالعين من بيتنا وهدفنا نروح لوين؟ للملاهية اللي هي قال يعني بلا تشبيه الجنة يعني لو في حدا أجألنا إنه الكفار أحسن منكم لأنهم بلعبوا باللعبتين وما خلوكم تلعبوا طب ما المؤمنين رايحين على الملاهي وهم لا إيش جاب لجاب أصلا أصلا تعرفوا ليش هم مت مسكين بهاللعبتين؟ لأنهم معارفين إنهم مو رايحين على الملاهي قال لك على القليل خلينا ننبسط هلأ طب إحنا بدنا نلعب هذول اللعبتين أيوا هون بيبدأ الكلام الله سبحانه وتعالى هو النصير المعين الذي ينصر المؤمنين ويجعل لهم الغلبة والفوز على أعدائهم والله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين بطريقتين رح أعطيك مثال عشان أبسط لك الفكرة اتخيل حالك بتلعب البسكاليت وأجا واحد بده ياخد منك البسكاليت بس أنت تخانقت معه وضربته وما خليته ياخد البسكاليت مين انتصر؟ أنا ممتاز هلأ اتخيل إنك تخانقت معه وهو وضربك وأخد بسكاليتك بس أجا تشيرت الشرطة وقالوا لك اسمع احنا هنعطيك تعويض عشان الجرح اللي في وجهك خمس تلاف دينار والجرح اللي في رجلك خمس تلاف دينار وبدل البسكاليت سابع تلاف دينار وعشان نفسيتك تعبت رح نعطيك عشرين ألف دينار يا ريتو ضربني أكتر أو مش بس هيك وإحنا مسكنا الحرامي ورح نعاقبه يبقى مين انتصر؟ أكيد أنا طبعا البسكاليت كله على بعضه حقه ستين دينار لما الحرامي يلعب فيه كم من ساعة وبعدين يتعاقب هذا ما اسمه انتصار ولله المثل الأعلى الله سبحانه وتعالى هو النصير يا إما بينصرنا بالطريقة الأولى بخلينا نفوز على أعداءنا ونفرح كلنا بالنصر أو إنه بعوضنا عن الخسائر وينتقم من أعداءنا انتو بتعرفوا الشهيد هذا إيش بيطلع له اللي بيموت في سبيل الله بقولك قدم الشهيد مش مصدق حاله على الحلاوة اللي هو فيها بقول يا ربي رجعني على الدنيا عشان أستشهد مرة تانية يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هذا لو مات طب لو ما مات لو عاش حياة صعبة اشأله شوف لو صبر وثبت على إيمانه هذا الامتحان ليس سهل لأنه في كثير من الناس وقت الشد يكفروا استغفر الله بقوله إيش هذا وين الله عنا لو الله موجود ما صار فينا استغفر الله العظيم يعني كلام مش مظبوط بس إذا ثبت على إيمانه الله بقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب تعرف شو يعني بغير حساب يعني الملائكة تعرف مثلا قراءة القرآن كل حرف عشر حسنات التسبيح بكذا حسنة الصلاة بكذا حسنة بس بتيجي عند الصبر وما بتعرف ولا بتقدر تعد حسنات الصبر بغير حد ولا عد ولا مقدار الناس العادية يوم القيامة لما بتشوف أجر الصابرين بقولوا يا ريت صار فينا زيهم هذا غير عن إنه أعداء الله الله ينتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة ما بيتهنوا ميتين رعب ما بيحطوا راسهم على المخد مرتاحين أبداً طب ليش نتخانق معهم على الدنيا نخلي لهم إياها أحسن لا نترك لهم اللعبتين ما بينفاع هاي طريقنا لازم أطبق التعليمات إذا بدي أوصل للملاحي وإحنا أساساً مخلوقين عشان نكون خلفاء في الأرض نطبق شرع الله وأوامر الله في الأرض قدرنا ما قدرنا على الأليل نظل ثابتين على الحق هلأ اللي بيصير بفلسطين مثلاً هاي معركة بين حق وباطل لما الاحتلال يجي يسرق بيوت الناس ويطردهم في الشارع هذا باطل إحنا لازم نوقف مع الحق ما حدا يجي يقول لازم يصيروا صحاب صحاب كيف صحاب مين حرامي حرامية ترى كلمة حرامي كثير مقدة بفحقهم ولوهم مجرمين أدلين أتلا فيهم كل العبر اللي في الدنيا ترى في الاحتلال شو بيعملوا إذا ما أخذوا بيت الفلسطيني ببعتولهم مخالفة عشان بيته بلا رخصة رخصة منهم هم الحرامية يا حرامي اسمح لي أبني بيت المهم فبيدفع هاي المخالفة بعد كم من سنة بقولوا لا لازم تهد بيتك اهد بيتي ليش؟ طب انا دفعت لكم المخالفة يا عرمية وإذا ما هدوا لحاله بيجيبوا جرافة وبيهدوا البيت وبيدفعوا حق الجرافة ورواتب الموظفين اللي هدوا البيت وبالاخر بيقولوا له شيل الركام على حسابك مترمين بالاخر بيطلع لك واحد يقول لك حبوا بعد اتساحبوا هذا بدل ما توقف مع الحق وتساعدهم يرجعوا حقهم يا خبالاش تساعدهم واسيهم أوي عزيمتهم وعي الناس عنهم ادعيلهم بالليل جاي تقول سيروس حاب يعيب الشوم عليك اسقط اسقط كنت ساكت ويمحلاك لكن لماذا؟ من فوائد اوقات الشدة انه السيئين يبينوا ونحن ما لازم نيقس لان الله سبحانه وتعالى تكفل ووعد ان ينصر عباده المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوموا الاشهاد بدك تلعب باللعبتين وتروح على الملاهي هذا النصر لا يأتي لا تضع في مخك انه لو الدولة الفلانية ساعدتنا سننتصر لو الممثل او اللاعب الفلاني سننتصر ما سينفعوك بدك نصر دق باب الذي عنده النصر وما النصر الا من عند الله الكفار والفساق لما يفوزوا هذا ما اسمه نصر لانهم ليس رايحين على الملاهي ما بنقول الله نصرهم على المؤمنين بنقول الله سلطهم على المؤمنين ايش يعني؟ بكونوا المؤمنين عم يعملوا اشياء غلط ضد التعليمات واذا ضلوا هيك مش حيروحوا على الملاهي فالله بيبعث لهم تأديب عشان ينتبهوا على حالهم ويصححوا اخطاقهم لان الله سبحانه وتعالى جعل للنصر شرط ان تنصروا الله ينصركم ننصر الله كيف؟ يعني الله يحتاجنا؟ لا طبعا الله غني ننصر دين الله يعني قبل ما تقول يا رب نصلي في الاقصى انزل صلي في المسجد اللي تحت بيتكم فاضي ترى ننصر الله يعني نسمع كلام الله كله مش اللي بيعجبنا بس نقيم الصلاة نؤتي الزكاة نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر نكون صادقين ومناء صالحين ومصلحين ونعد العدة يعني اي حدا بيحاربنا وبيقاتلنا لازم نحضر له كل اللي بنقدر عليه من علوم ومهارات وخبرات واسلحة لو ما بنقدر الا على الحجر يبقى بالحجر رح ننتصر مش شرط نساويهم في القوة لانه احنا اذا صرنا مؤمنين ملتزمين الله سيكون معنا واذا كان الله معك فمن عليك بس لاحظوا انه الله قال ان تنصر الله ينصركم يعني اي حرب بندخلها مع الاعداء لازم تكون نيتنا في سبيل الله عشان تكون كلمة الله هي العليا مش حمية وعصبية وقبلية وعشان الفلوس والوجاها ما بينفع يعني النية بتفرع او لا طبعا النية بتفرع وان جندنا لهم الغالبون طب معقول هلا ولا حدا فينا بينصر الله هل احنا كلنا سيئين عشان هيك الله ما بينصرنا انت اصدك ليش ما بينصرنا بالطريقة الاولى لانه هذا النوع من النصر له فرحة وحلاوة بدوقها كل المؤمنين عشان ندوقها كلنا لازم نكون كلنا شاركنا فيها خليني اوضح لك اتخيل انك انت لحالك امين بس اللي حواليك كلهم عرمية هل ستحس بالامان؟ لا هل عشان في فئة قليلة امينة المجتمع سيحس بالامان؟ لا trigger ولما كل المجتمع يكون أمين حشان هيك كم اسبقنا لarentخلط اهدناة القزر المستقيم كلنا يا فرحة حشان كلنا نعيش مبسوطين حول مع 87 ولكن عندما اكون لحالي امينة لحالي صادقة هل عMusic لن تضيع اللي تعب؟ ابدا حقي وأجري سيأخذ ثالت وامتلت ولكن دار مني عايشة وسط حرمية وكذابين سيكون معي جديدة نفس الشي بنصر لما تكون فئة قليلة اللي بتنصر الله هاي الفئة رح ينصرها الله وحيعوضها أحسن تعويض بس حتتغلب لكن النصر العام نصر الأمة وعز الأمة الفرحة هاي عشان ندوقها كلنا لازم كلنا نشارك فيها بس إحنا للأسف يا عبد الهادي ما بننصر الله ما بننصر الله بدنا شغل بدنا شغل بديش أقول لك اتطلع حواليك كل واحد فينا يتطلع بحاله يسأل حاله هل أنا أنصر الله هل أطبق شرع الله والله والله مهما أحط أعلام وأرفع شعارات لو ما بهز طولي وبقوم من فرشتي أصلي الفجر يبقى أنا عم بساعد العدو وأنا سبب في تأخر النصر وبس خلاص هيك يه؟ من عمل هذه الحصالة؟ إحنا الله يرض عليكم يا رب بابا عبيها بابا عبيها لازم كلنا ننصر الله مش بس أنا بابا عبيها بابا عبيها